السلام عليكم ورحمة الله وبركاته شباب وبنات الصف الاول الثانوي اهلا ومرحبا بكم يا ربي جماعنا يا ولاد تكونوا دايما بخير وفي احسن حالي طيب حبايب قلبي ان شاء الله النهاردة مجمع لك كل قوانين يا مستر الترمي الاول كله في ورقة واحدة وش الله وطبعا اللي فيه منك يا ولادي اللي امتبعني من اول السنة عارف طبعا الطريقة والاسلوب اللي انا بحل بيه وحتى اللي مش عارفه ان شاء الله تابع وهتستفاد جدا منه وابسط طريقة هوريك بيها ازاي اصلا الاسئلة بتاعتك بتتحط وازاي لما بنجي نحط سؤال بنبقى شايفين المسألة عاملة ازاي طيب ركز معايا وانت تفهم كل كلمة دلوقتي حالا بص يا معلم اولا يا مستر ايه احنا عندنا بقى يا ولاد اول حاجة خالص يا مستر او اول قانون اللي هو قانون عدد المولات وطبعا ده كلنا عارفينه اللي هو عدد المولات طبعا يا مستر بيساوي كتلة على كتلة ايه كتلة مولية فيش حد فينا مش عارف المعلومة دي طيب لما اجي اقول لك احسيب لي عدد المولات هتقول يا مستر بيساوي كتلة على كتلة ايه مولية طب لو قلت لك حسيب لي كتلة المولية يبقى كتلة على العدد مولات نفس الكلام كتلة هتقول لي هضرب الاتنين دول في ايه في بعض ودي امورنا فيها سهلة مفيش فيها اي مشاكل خالص دعالة هنا بقى الشغل كله من اللي جيدا يا مستر. بص يا مع Alma. هنا بقى ياولاد لما يجي اقولك احسب لي عدد الوحدات. ايه هي عدد الوحدات يا مستر? عدد الوحدات ممكن تكون ذرات ايه نيات الجزئيات. اللي هو ايه? اللي هو دارس ياولاد عدد افو جادرو. عدد ايه? افو جادرو. طيب بص بقى معiras. اعدد افو جادرو يا مستر اه انا ازاي هشتغل في التراميل ده وفي الهرم ده. بمني تقول بساطة. اول ما يجي يقولك احسب عدد الجزيئات احسب عدد يا مستر الجزيئات هتعوض مباشرة في الهرم ده ده معنى بصوا انا اقول لك احسب عدد الجزيئات اللي موجود مثلا بخمسة جرام من السوديوم كولورايد ادي السوديوم كولورايد اللي هو كولورايد السوديوم يعني اني اسي اد وانا مديك لي كتلة خمسة جرام بكز معي بقى اول نوع مسائل يا مستر مش هو عايز احسبنه وعدد الوحدات اه عشان تجيب عدد الوحدات دي يا ابني انت محتاج اللي اتنين دول تعمل لهم في بعض متفقين يبقى انت عايز ايه هتقول لنا عايز عدد المولات وعايز عدد افو جادرو طبعا افو جادرو حضرتك عارفه وحفظ احوال مش صح صح يبقى انت عايز تجيب يا دلوقتي هتقول لنا عايز اجيب عدد المولات طيب عدد المولات يا ابني يساوي ايه مش كتلة على الكتلة المولية اهو يبقى اهم يديك الكتلة هتعمل لها اسمة تقسم على الكتلة المولية يا مستر يبقى انا جبت عدد المولات اعمل له ملتبلاي افو جادروي بقى انا خلصت. ده اول نوع من المسائل هيجيلك. متفقين? متفقين يا مستر. طب تعال ايه? النوع التاني. ايه هو يا مستر? بصي بقى. انا لأ انت انا عايزك انت اللي تقول ايه اللي هيطلبه دلوقتي? انا هديك دلوقتي وانت معلومات وانت اللي هتقول هيطلب ايه? متفقين? متفقين بص. انا هديك عدد الوحدات وهديك الكتلة. معي ولا لا? انا عايزك تصحصح? معاك يا مستر. انا هديتك فكز معايا. مش معنى ان هو اديك عدد الوحدات اللي هو عدد الجزيئات يعني. كده يا مستر انا معايا عدد الملات بطريقة غير مباشرة. يعني ايه? اول ما يديك عدد الجزيئات. ازا عقلك يترجم ان انت معاك عدد الملات. بس ما جابهاش مباشرة. ازاي ما هو? عدد الجزيئات. اقسمه على عدد افو جادروي بقى انت معاك عدد الملات. حصل او لو ما عدد الملات. حلو? حلو. وهو ادك ايه? كتلة. هي بقى هيطلب مين. فيهمت اللعبة ماشية ازاي? هي دي بقى يا معلم افكار المسائل بتاعتها كلها. بتتحط. فاهم? فيهمت الموضوع ماشية ازاي? خلاص? ازا يا مستر دي افكار المسائل اللي ممكن تجي لي فين? في موضوع عدد ابو جادرو. حلو جدا. طب تعالى يلا بينا يا ولاد. على الجزء اللي بعده. يلا يا مستر. بص يا معلم. لو جينا قلنا كده. يلا يا معلم اهو. اللي بعده يا مستر? نطلع مسلا على القانون ده والقانون ده. يلا نفصصهم مع بعض. يلا. لو انا جيت يا ولاد قلت لك احسب حجم الغاز. عشان تجيب حجم الغاز. كلنا متفقين دلوقتي. انا اهم حاجة تفهم زي الميكانيزم بتاع البرامد بنشتغل دي. خلاص? لو انا قلت لك هات حجم الغاز. معناها ان انت عايز ايه وايه? هتقول لنا محتاج عدد الملات عشان عامل له ايه? ضرب اضربه في اللي هو تنين وعشرين واربعة عشر. صح كده? صح يا مستر. تبص بقى. انا عشان عايز حجم الغاز. عارف هاتديك ايه? ايه? عدد الوحدات. يعني ايه? هاتديك عدد الجزيئات. يعني يقول لك انا ايه? انا عايز حجم الغاز اللي موجود في عدد من الجزيئات بيساوي قد كده. موليكول. موليكول ايه يعني جزيئة? خلاص? هتعمل ايه? من طالب بساطة. هو ما اديك ايه? عدد مين? يبقى معي حجم الغاز? وهدي فكرة سؤال. العكس. العكس? هيديك حجم الغاز ويطلب عدد الوحدات. هدي جدا. حجم الغاز هقسيمه على تين وعشرين. يبقى انا معي عدد مين? المولات. اضربه. هعمل له ضرب في مين? في عدد افو جادرو? شكرا. انا خلص. فهمت اللعبة? ادي فكرتين على البرام الدك. تعال للي جنبه ايه? عارف هيديك ايه? كتلة. ويطلب منك ايه? قدامها? حجم الغاز. يعني الدك كتلة بس? اه. وهيطلب حجم الغاز. ازاي? هديك مثال? هقول لك احسب لي حجم الغاز. تمام? اللي موجود في خمسة جرام من الامونيوم. الامونيا يعني. خلاص? امونيا. حلو كده? حلو يا مستر. هتعمل ايه? شداني كتلة. اه. وعايز ايه? حجم الغاز. طب حجم الغاز يسأل نفسك عشان تجيبه. محتاج ايه? هتقول لي عدد المولات يا مستر? اضربه على طول في اتنين وعشرين واربعة لتر. حلو ولا مش حلو? حلو يا مستر. هعمل ايه? يبقى كتلة يا ابني تقسمها على ايه? هتقول לה اسمها على الكتلة المولية. يبقى انا جبت عدد المولات اضربه في اتنين وعشرين واربعة. يبقى انا جبت له حجم الغاز. العكس. العكس. هديك حجم الغاز. وهقول لك انا عايز الكتلة. هتعمل ايه? منتقى البساطة حجم الجايز اقسمه على 224 اقسم يبقى انت جبت عدد الايه المولات تضربه في مين بعد ما تحسبها في الكتلة المولية يبقى انت كده جبت اللي هو عادي فهمت الافكار واشكال المسائل اللي بيجي لك ايه عشان تقتنع اكتر ارجع بسرعة على الدروس اللي انت حلتها افتح اي مسألة جرب الكلام بقولك عليه ده هتتطمن بس ما تنساش الدعوة الحلوة طيب اللي بعده لم ييجي اولاد يقولك ايه العامل المحدد للتفاعل ميلو بص معنى كلمة عامل محدد للتفاعل اه ده معناه يولاد اللي هيستهلك تماما اثناء التفاعل واول ما العامل المحدد للتفاعل ده يخلص اه مش هيكون في نواتج تاني هتنتج يعني ايه اول ما العامل المحدد يا مستر بيستهلك تماما اه ده معناه اني مفيش ناتج تاني هينتج وخلاص حصل حلو كده حلو طيب هشتغل ازاي العامل المحدد للتفاعل او هعرف من اين يا مستر ان دي مسألة اتعمل محدد اللي التفاعل بتلغبطني بص. اول ما تكرأ ايه مسألة يلاقي فيها المتفاعلات. نديك معلومة عن كل حاجة موجودة في المتفاعلات بمعنى لو انا جيت قلت لك كده عندك الايه? اه طيب نجيب القلم اهو لو انا قلت لك عندك الايه مع البي هيديك سي مع دي. حلو الكلام? حلو الكلام. طب مش ده يا ابني متفاعل وده متفاعل اه. اول ما تلاقيه هنا نديك مثلا اتنين جرام او مول. وهنا تلاتة جرام او مش ده متفاعل وده متفاعل ايوة ادك معلومة عن كل اللي موجود في المتفاعلات ايوان ازا مما لا شك فيه والله مما لا شك فيه وانت مغمض هتعمل ايه? لازم هتشتغل العامل المحدد للتفاعل. طب ازاي باشتغلها? بتختار ناتج من الاتنين او التلاتة او اي ان كان واتفر اللي موجود هقارن الاتنين بايه بالناتج ده? واشتغل نورمال اب نورمال زي ما انا معاودتك وبعد كده مستر اقل برودكت هينطب هو الري اكتنت اللي نتج عنه اقل برودكت يعني الناتج اللي نتج عنه اقل المتفاعل النتج عنه اقل الناتج هو ده العامل المحدد اللي هي مستر للتفاعل. طيب. جينا بعد كده يا ولاد النسبة المقوية. طبعا اي نسبة المقوية في الدنيا? الجزء ايه? ايه? في مية. يبقى الجزء في مية في المية على مين على الكل يا مستر? طيب. ده انطبقه في ايه? لما يجي يقول لك احسب النسبة المقوية العنصر في مركب. طيب. عنصر في مركب. جزء على كل. يبقى كتلة الجزء العنصر في العينة في مية على كتلة مين العينة يا مستر? اللي هي الكتلة المقوية بتاعت العينة. وده الصيغة الاولية. هيحسب الايه بقى? صيغة اولية. طب الصيغة الاولية يا ولاد عشان تحسب صيغة اولية. هنعمل ايه يا مستر? اولا هتلاقي ان هو مديك نسب العناصر. اول ما تلاقي نسب العناصر هتفرض ان النسبة المقوية دي هي الكتلة. وتكتب اللي انا كاتبه ده. كتلة كتلة ملية عدد ملات صيغة اولية. الكتلة هتحط الارقام دي. بمعنى يا مستر تعال انفهمها بطريقة اوضح. لو انا جيت قلت لك كده. مش هو مديك الكتلة? اه قد لك الكتلة الكربون. كتلة الأوكسوجين. لو افترضنا جدلاً مثلا قد كربون. قد لأوكسوجين. هنا يا مستر الكتلة مسلا اتناشر. وهنا الكتلة بقيت بقى لو بتقول لي كriet يبقى بتقول لي يا مستر مسلا تمانية وتمانين. حلو كده? حلو. يبقى دي كده كتلة كتلة. اللي هي بتصيت جيجي يعني. طب الكتلة الملية هنا اتناشر الاوكسوجين ستاشر تقسم اللتين على بعد هيجيب عدد الملات ودي اهم خطوة. ليه? عدد المونات لو طلع فيه كسور ما ينفعش. لازم يطلع عدد صحيح. طب هعمل ايه? بتشوف مين فيهم اقل رقم تقسم الطرفين عليه. واضح كده اولاد? مفهومة? طيب يا مستر فيه مناها. بعد كده اولاد اخر حاجة يجيب بقى الصيغة يا مستر الصيغة الاولية وكده تكون خلصت الجزء ده. طيب نيجي بعد كده انواع المسائد بتاعت النسبة المقاوية للناتج الفعلي. يعني ايه نتج فعلي? اي تجربة احنا بنعملها? بنعمل حاجتين. بنشتغلها عملي قبل ما بشتغل عملي بعمل حساباتي نظري. حساباتي نظري دي اه معناها ان انا بطلع يا مستر الناتج النظري. طب عملي مش ممكن انا بعمل العملي شوية اه كيميكالز تقع حاجة اه اه تتبقى مثلا في في بيكر او في كأس زجاجي وهكزا يبقى دايما يا مستر الناتج الفعلي بيكون اقل دايما من الناتج النظري. طيب مش احنا لسه اقلين ان اي نسبة مقاوية الجزء على الكل في مية اه يعني الصغير على الكبير في مية ايوة مين الصغير ومين الكبير? هتقول لي الكبير الناتج النظري دايما. والصغير الناتج الفعلي يبقى الفعلي تضربه في مية في المية طبعا يا ولادة على الناتج النظري وهي دي حساب النسبة المقاوية للناتج ايه من الناتج الفعلي يا مستر عظيم جدا. جينا بعد كده يا ولاد دي اول صفحة طبعا عندنا. نيجي بقى اللي بعدها يا مستر. تعال بقى يلا افهمك شغل المسائل بتاعة الصيغة الجزائية. يجي يقول لك كده. احسب الصيغة الجزائية لمركب هيدرو كربوني مسلا بيتكون من كذا 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 كذا. طيب. الشاهد طالما عايز صيغة جزائية. يبقى انت محتاج تجيب حاجتين. ايه هما? ده على دلوحدات تضربها في الصيغة الاولية. طب يا مستر شكل المسائل بيجي لي ازاي? بص. هيديك الصيغة الاولية وهيديك الكتلة الملائية. دي بدك ايه? صيغة اولية. بدك ايه? كتلة ملائة للمركب. هتعمل ايه? ومنطق البساطة مش معك صيغة اولية? اه. عشان تجيب صيغة جزائية مش انت محتاج تحسب الان? حصل يا مستر. طب الان بقى دي بحسبها ازاي? ده على ده. كتلة ملائة للمركب على كتلة ملائة لصيغة ايه? الاولية. بقى انت كده حسبت الان. فهمت اللعبة ماشي ازاي? ايه دي معالة من قصة بتاعتك في حساب الصيغة الجزائية. يبقى انا يا مستر عدد الوحدات كتلة ملائة للمركب على كتلة ملائة لصيغة الاولية جبت الان. ولازم الان يا ولاد يطلع عدد صحيح يا مستر. طيب. نيجي بقى لما ده كسافة المية. معلو مش كسافة المية يا ولاد. بواحد جرام لكل مليلتر هتقول لي مزبوط. طيب ده معنى ايه? مش الجرام دي وحدة القياس بتاعة الكتلة حصل. والمليلتر وحدة قياس الحجم حصل. يبقى كسافة كتلة على حجم مزبوط. طب لما انا بقول لك كسافة المية بواحد ده معنى ايه? معنى ان الكتلة على الحجم بواحد. طب بواحد مش الاتنين كده قد بعض? اه. يبقى ازا الكتلة قد الحجم. يبقى ده معنى ايه? ان كتلة المحلول يا مستر قد حجم المحلول في المحلين المخففة. في المحلين ايه? المخففة. حلو? حلو. طب ايه بيتنين يا مستر بعد. هو ده قانون يا اولاد ده قانون يا مستر التخفي. طيب. نيجي بعد كده يا اولاد للجزء بقى الخاص بتركيز المحلية. دي بقى قصة ايه دي قصة تركيز المحلية طيب. ما لها اولا النسبة مقاوية كتلية كتلة كتلة. نسبة مقاوية حجمية حجم حجم. و مولارية مولالية. كل ده عبارة عن ايه يا مستر? كل دي عبارة ايه ابني عن تركيزات. يعني لو قالك يحسب التركيز بتاع المحلول تقدر تستخدم اي واحد من دول. واضح? طب بفرض قالك يحسب ودى لك كتلة مزاب كتلة محلول ازا هتشتغل كتلة نسبة ماوية كتلية. طب لو ادى لك حجم المزاب حجم المحلول يبقى هشتغل نسبة ماوية ايه? حجمية. طب بفرض بقى ادى لك كتلة مزاب. ادى لك كتلة ايه? مزاب. وحجم محلول. اهو. كتلة مزاب وايه؟ وحجم محلول يبقى هشتغل ايه يا مستر? هشتغل مولارية. هشتغل ايه بقى يا مستر؟ مولارية ليه؟ المولارية عدد مولات المزاب. حاله. طه انا ازاي يا مستر ده انت بتقولي ده ما تديني كتلة. ازاي؟ خبيب قلبي. عدد المولات ده عبارة عن ايه؟ مش كتلة على كتلة مولية؟ اه اقسم الكتلة اللي ادهي لك. اهو. قد الكتلة اقسمها على كتلة ايه? على كتلة مولية ازا حضرتك جبد على دي المولات اقسمه على حجم المحلول باللتر هتوصل للتركيز المولاري. فهمت اللعبة? طب الناحية دي يا مستر مولالية مالها. عدد مولات المزاب على كتلة المزيب بالكيلو جرام. ما تنساش بقى وحداته الكياس. هنا لتر حجم محلول. هنا كيلو جرام يا مستر. ازا يا ولاد المولارية مستر هتقول لي بتساوي مول لكل كيلو جرام. طب هنا المولالية هتقول لي مول لكل لتر يا مستر. بس كده. واضح كده. ودي يا ولاد مسائل يا مستر دي مسائل التركيزات. نيجي بقى لاخر حاجة يا ولاد عندنا درجة تجمد المحلول الالكتروليتي. مالها. بصي حبيبا. لما يقول لك يحسب درجة تجمد المحلول الالكتروليتي حضرتك لازم تجيب عدد مولات ايونات المزابة. مش فاهم. تعال وريك. بص. هقول لك كده. عندك مسلا ام جي سي ال تو. عايزك تحسب لدرجة تجمدها هيتجمد عندكام. قل لي حضر يا مستر يبقى انا لازم اجيب ايونات. افصل. موجب سالب. كم موجب واحد? كم سالب دول? اثنين. مجموعهم تلاتة. ازن عدد مولات الايونات في المحلول المولالي ده هيكون كام? تلاتة مول بين الايونات. تضربهم في سالب واحد وستة وتمانين. تجيب له كده تحسب له درجة التجمد بالزبط بتاعة مين? بتاعة المحلول. المعلومة اللي بعدها لو ضفت واحد مول من اي مزاب ما بيتاينش في المية. زي السكر. ما بيكونش بيتاين في المية. كلمة تتاين يا ولاد يعني يتفصل ايونات مجابة وسالبة. حالو. خلاص? الى واحد كيلو جرام يا مستر من المية في درجة تجمد المحلول هتصبح كام? هتبقى عند سالب واحد وستة وتمانين. اخر حاجة انا جمعت لك الاحماض القوية والضعيفة والقواعد قوية والقواعد ضعيفة. ليه? القوي بيكون تم التاين. بيتفصل كله الايونات مجابة وسالبة. طب الضعيف يا ولاد بيكون معناها يا مستر غير تام الايه? غير تام التاين. وبكده بفضل الله نكون خلصنا لك ولمي نالك كل قوانين الترمي بتاعك كله. ما تنساش بقى لو كنت استفدت من الشرح انها راك تعمل شير لغيرك. وهم حاجة تحط اللايك وفعل زر الجرس. ولو محتاج او مش فاهم اي جزء في المنهج يا ولاد هتلاقي عندك ليه طلبة كيميا عربي. هتلاقي انا عامل لك فيها حليل لك كل المسائل. ولو عندك حتى مشاكل في مسائل المول ادخل وتفرج على الفيديوهات تصدقني. هتلاقي من ابسط ان شاء الله المواد عندك هي الكيميا بازن الله. وربنا يوفقكم يا رب وموفقين دايما يا ولاد. السلام عليكم.